وموضوع ديانج كان فيه كلام على البيع لكن النادي الاهلي بيفكر بشكل جد انه ما يوفقش ان ديانج يتباع بشكل نهائي اعارة وبيطلب فيه مبلغ مليون دولار مبلغ برضو يعتبر في الاعارة مبلغ كويس ويعود مرة اخر ديانج الى النادي الاهلي ده تفكير ادارة النادي الاهلي في التوقيت الحالي بخصوص ديانج زي ما قلت حالكم كده ماتش بكرة في تفكير بشكل كبير جدا في وجود عمر كمال عبداللهحد في مركز الرزاهير الايصر ده بالنسبة لمباراة الغد كنت قلت ان كريستو مع كابتن شريف انه خلاص تم نوافقها من النادي الاهلي على اعارته لنادي الرجاء البيضاوي رجاء المغربي طبعا بدون وضع بند حقية الشراء في نهاية الاعارة ده بالنسبة لنادي الاهلي يعني يعود مرة اخرى الى النادي الاهلي حقيقة برضو احنا بنتكلم كده عن المعسكر المنتخبنا